السلام عليكم اخواني كديري اللي بس عليكم مرحبا بكم معي في قناة جوري الصغيرة. نتمنى منكم انكم تتفعلوا معنا وتابنوا معنا والدخطورة الجارس. باش دي ما يوصلكم الجديد دينا. اه اليوم فيديو جديد معلومة جديدة ان شاء الله. اليوم هدروا على واحد الغاسول. الاسم تجاري دياله هو سيتيال. هذا اللي اه كي تستخدم من قبل السيدات كغاسول في المناطق المهبل. لانه له واحد تأثير قوي في القتل ديال البكتيريا. اللي كتكون اه موجودة في المناطق اه الحساسة. وصوف نتعرف على هذا في الموضوع ديالنا. اه لان هذا سيتيال اه بالفعل يعني فعال. يقدر انه تستخدم هذا الغاسول هذا على المناطق المهبل. لانه له واحد الخوض والتطهير والتعقيم. ايضا كيعالج لنا الامراض الجلدية اللي كتظهر على الجلد دياله بسبب وجود اه فطريات اللي كتحد اللي كتأدي الى ظهور امراض جلدية. وايضا اه لظهور حب شباب. اه وكيتستخدم كمعقم ومطاهر لليدين من قبل الاطباء قبل الدخول الى الغرف الى غرف العمليات ايضا وكيتستخدم كمطاهر للجروح والمناطق المحيطة اه يعني المناطق المحيطة به لمنع تكويل البكتيريا على الجرح. ايضا هذا الغاسول العدد ديال هو فعال للغاية في العلاج الالتهابات المهبالية اللي كتقدر تحدث لنا تحدث لدى النساء المتزوجات خاصة اه حادثات الزواج. اه وليس اه هدف فقط بل انه كيساعد على القضاء ديال الرغبة والشعور بالحق في المناطق الفرج ومناطق المحيطة به. ايضا كيف كتعرفوا انه كيقضي بسرعة على الفطريات اللي كتكون موجودة في المناطق المهبالية اللي كتقدر تؤدي الى تكوين مواد يعني مادة تقدر تؤدي الى وجود رائحة كارهة ومزعجة في هاد المنطقة هذي حيث انه يقضي على الرائحة من خلال القضاء على الفطريات والبكتيريا المسببة لها. وايضا على الافرازات المهبالية. اه يمكن استخدام هاد الغاسودية السيتيال كمعاقة من اليدين كيقتلين البكتيريا اللي كتكون عالقة باليدين وكيتستخدم كل يعني خمس ساعات خاصة من قبل اشخاص المعرضين بالتعامل بيعني اللي كيتتعاملوا بشكل يومي مع الاخرين. كيف كتعرفو اه بشكل عام كينسحوا الاطباء بالضرورة للتخفيف من الغسل يعني تخفيف غسل اه عفوا تخفيف غسول سيتيال بالماء ويحضر كل تحذير من استخدامه يعني مع ضرورة الانتباع عند الاستخدام دياله على البشرة عدم ملامسة هاد الغسول هادا للعينين لانه يقدر يسبب لها اثر سلبية من الاحمرار والحكا والاحساس بالالم الشديد داخل العين. لهذا لا جمع لنا الحضر. لذا يفضل بشكل عام اتباع الحضر والحرص على عدم ملامسات العين. كما ضروري استخدامه كمخفف على المناطق اللي كتعاني من وجود التهابات اه بها خاصة تلك اللي كتكون يعني كتتواجد في مناتق المهبل وفي نفس الامر ينطبق ينطبق عند الاستخدام دياله كمطاهر ومنظف ببوتور وحبوب يعني بوتور اه وحبب اه وحب الشباب اللي كتظهر لنا في الوجه دياله. وفي حالة استخدامه في المناطق يعني في المناطق اللي كتكون اه في هالالتهابات كيتم الاضافة دياله يعني مئة ميل من الغاز والستيال على لطر من الماء الدافئ يعني امام اه وضع استخدامه كمنظف على البشرة ويتم اه وضع مئة ميل من مئة ميل منه ايضا على اللطر من الماء البارد ومتاح استخدامه يعني مركز ولكن مع اتباع الحضار الشديد لعدم ملمسات العين والفم واللسان. الجرعة ديال الستيال اذا كان هدف من استخدامه يعني كعلاج الالتهابات اللي كتكون موجودة في المناطق المهبلية والتي كتحدث لنا بسبب حدود عدوى تقدر تسبب ها لنا البكتيريا او الفطريات الموجودة في هاد المناطق هذي كيتم استخدام ديالو بصورة مركزة دون الحاجة الى التخفيف لمدة اه يعني ديال خمس دقائق اه على الاكثر مع الشطف بعد ذلك اه اه منطقة المهبل بالماء الفاطر او الدافئ يعني البارد الدافئ ولكن اذا كان السبب ديال استخدام ديالو في مناطق المهبل وهو وجود رائحة كارهة ومزعجة كيتم استخدام ديالو في صورة مخففة حيث انه كيتم اضافة ديالو من يعني من خمسة الى الستميلي اه من الغاس والدي الستيال لتقدر تكون مناسبة يعني من الماء وتستخدم بعد ذلك اه الماء على المهبل مباشرة اما بالنسبة للزرعة اللي كتستخدم في حالة وجود امراض جلدية فهناك استخدام اه على المانطق يعني المنطقة المصابة بالالتهاب الجلدي بشكل مركز دون تخفيف يعني بصورة مباشرة لما يعني لمدة اه لا تزد يعني واحد المدة ما كتزدت على دقيقة واحدة فقط وكيتستخدم كمعقمن اليدين بشكل يومي بفضل ان يتم استخدامه كل اه خمس ساعات او ثلاث ساعات بشكل مركزي على اليدين مباشرة بعد مرور خمس دقائق على وضعه على اليدين وتم كان نغسلو اليدين ديالنب جيدا بالماء في حالة استخدامه كمطهر اثناء العمالية الجراحية على المانطق الجروح والعماليات كي تستخدم بشكل مخفف وليس مركز لانه كما اه ذكرنا له خصائص مطهرة ومعقيمة كيف كتعرفون الناتستية هذا اه زوين وفعال اه بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة المرضع اه يعني مكلم انهم يستخدمون من قبل المرأة الحامل والمرأة يعني المرأة الحامل فلا ضرر على يعني ما عندوش ضرر اه ولكن قبل استخدام دياله يفضل احسن حاجة يعني ناخده الاستشارة ديال الطابب اللي غتقدر يعني تعامل معه يعني المرأة الحامل لانه هو على ادرية كافية بحالتها وهو اعلم ان هاد الغاسولة دي يكون مزيلا لها او لما يكونش مزيلا لها او يكون عندو واحد ضرر على الجانين دياله كيف كتعرفوا اه هاد ستيال هادارة هزوين وفعال موجود في جميع الصيداليات كيفية لكم موجود في جميع الصيداليات نعطيكم الاضرار دياله والاثار الجانبية دياله يعني يعني اذا كانوش يدهور دي الردة فعل تحسوسي تجاه هاد الغاسول هذا نتيجة وجود حساسية تجاه احد المكونات هذا الغاسول او مادة الفعالة به يعني يقدر يظهر ردة فعل تحسوسي في الصورة يعني يكون واحد الاحمراء في المنطقة اه اللي كتم استخدام دياله عليها ومع الاحساس بالاعلم الشديد نتيج عن وجود اه حرقان او يعني اه كيف كنقوله خاصة في المناطق اه اه فبعض الحالات النادرة كي يكون واحد الحدوط يعني وكي يظهر روحة النبادات اه اللي تقدر ته اه تكون في تلك المنطقة مع وجود افرازات اه مخيطية يعني في المناطق المستخدمة عليه مع الاحساس بالجفاف اه الشديد في تلك المنطقة ومن ضرورة من ضرورة تنويه ان اه تكون في الحالة ديال الظهورات الاعراض هذه يعني يعني فعل تحسوسي من ظهور نبادات اه اه توقف على الفور عن استخدام للغاز والستيال وتواجد يعني التوجه الى اقرب طابق استخدام للغاز والستيال للاطفال اه قبل استخدام للغاز والستيال للاطفال خاصة اولئك اللي كيكون عندهم اقل من شهرين ضرورة الاستشارة ديال الطابب اه وذلك الامر لانه هو اللي غي يحدد الكمية المستخدمة والفترة للاستخدام للكيفيات ومنع الحدود المضاعفات يستطيع تقتلين بشكل سلبي على الصحة ديال الطفل دياله وكيمتاز الغاز والستيال بانه له نتائج مبهرة عند الاستخدام دياله على البشارة الدونية وبالسبب ذلك انه كيقلل من الافرازات ديال الدهون اللي كتقوم يعني تقاوم تلك النوعية من البشارة بالافرازات ديالها مما كيأدي الى التقليل من الحبوب يعني حبوب شباب بالاضافة الى انه كيقدر يقوم بقتل الفطريات والبكتيرية اللي كتكون موجودة على البشارة الدهونية اللي كتنتج عنها واحد الوجود ديال الحساسية بتلك البشارة وكتهييجها وكيكون واحد الوجود ديال الحبوب بها كيف كان قول لكم السعر ديال هاد السيتيال هو تقريبا شي 29 دلم رام موجود في الصيداليات يمكن لكم انكم تستعملوه يعني زوين وفعال اه غلقوه ليو حتى حسون يعني مطهر من طراز الرفيع بلا من دوي عليه وراء معظم الناس يكونوا مجرمينو كيوب كامانوه قليل واجره كابيل وغتسولوه للسيتيال يعني زوين بزاف بزاف اه لهذا انا جيت ننصحكم به ونقدموه لكم لانه زوين اه اه كانتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ونالاعجاب الجميع وكنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابنوا معنا واضغطوا للجرس بجدي ما يوصلكم الجديد ديالنا والى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا